ذكريات يؤدي بنا أيها الإخوة إلى ملاحظة ملاحظة وأنا لا أقصد بها أي شخص أو أي فرد وإنما كملاحظة عامة بالأمس القوة نتعنا والطاقة نتعنا كانت تكمن فالقيم القيم اللي كنا نتحلى بها اللي كنا نتمتع بها لكن الأستقلال طبعا لكثير من الفوائد مفيش ما أحسن من الأستقلال لكن الأستقلال كذلك أدى إلى شيء من الأرتقاء أدى إلى شيء من الأرتقاء ومن اختفاء ومن اختفاء بعض القيم اللي كنا نتحلى بها جميعا من هذه القيم مصلحة الشعب فوق مصلحة الأفراد لا نقول للناس أذهبوا فقاتلوا إنها هنا مؤيدون ولكن كل واحد منهم كان هاز البندق ينتعوا وماشي مع الفصيلة أو مع الكثير وانتعوا قال هيا نجادوا هيا نجادوا نحاربوا للسعمار كنا متن في الجزائر كلها وبدون مراقبة مفيش مراقبة مفيش أقصد المراقبة الإدارية ما كانش عندنا إدارة كما راهم وجودها اليوم لكن المناظر البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة ما هو الشنيس وهاز شكارا انتعاد براهم ويوصلها حتى المغنية ما يخصش منها ثلث واحد شكارا انتعاد براهم هذا الجانب كان جانب مهم وكان يمثل القوة كان يمثل الطهارة كان يمثل النزاهة والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثيقة الثيقة بين المجاهدين مجموعة لتعتبر المصير امتحى واحد الثيقة بين المجاهدين وبين الشعب اذا كان المراقب الحقيقي والرادع او الضمير منتع كل واحد حقيقة كانت الثورة المسلحة وكانت احكام الثورة في بعض الحالات قاسية لأن الظروف كانت تفرض هذا ولكن لأهم من هذا كله هو الضمير ترجمة نانسي قنقر